ترأس محافظ العاصمة المواقة عدن أحمد سلمين اجتماع ضم مدير عام شركة الغاز مراد ناصر ومدير عام التجارة والصناعة فضل صويلح جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة من مكتب الصناعة وشركة الغاز لضمان وصول مخصص عدن من الغاز المنزلي وخلال الاجتماع شدد المحافظ السلمين على ضرورة متابعة أعمال وصول الكمية المخصصة لعدن وضمان توزيعها لمنشآت الشركة وبشكل يضمن تغطية المواطنين من الغاز المنزلي ورفع معاناة المواطنين في هذا الجانب جرى الاختناقات التي تنشأ نتيجة لعدم وصول مخصص عدن من الغاز فقد استمع المحافظ من مدير عام الصناعة وشركة الغاز إلى تقرير مفصل يتضمن الأسباب التي تقف وراء تلك الأزمات ومعالجة كل الإشكاليات التي تنعكس سلبا على المواطن